الفصل السادس هل التكرار هو سر النجاح؟ هل تسألت يوماً لماذا يتفوق البعض بينما يبدو آخرين لا يستطيعون الوصول إلى نفس النجاح لماذا تجد صعوبة في الالتزام بالعادات الجيدة بينما تبدو هذه العادات طبيعية تماماً لآخرين هل تسألت عن السبب وراء عدم تحقيق أهدافك رغم أنك تعرف ما يجب عليك أن تقوم به لماذا يفشل الكثيرون في بناء عادة جديدة بينما ينجح القليلون ماذا لو كان السر يكمن في شيء بسيط جداً شيء ربما تتجاهله إنه التكرار في الفصل السادس من كتاب العادات الذرية يقدم جيمس كلير مفهوماً حاسماً لبناء العادات التكرار والروتين هما السلاح الأقوى وفقاً لكلير النجاح في بناء عادات جديدة لا يعتمد فقط على المعرفة أو الدافع بل يعتمد بشكل كبير على التكرار المستمر إذا كنت جاداً في تحسين حياتك فإن فهم أهمية التكرار سيكون أحد أهم المفاتيح لنجاحك وهذا ما سنقدمه لك في هذه الحلقة التكرار لماذا هو المفتاح الحقيقي لبناء العادات التكرار هو السر وراء ترسيخ العادات عندما تقوم بتكرار سلوك معين بشكل يومي أو منتظم فإنه يصبح جزءاً طبيعياً من حياتك ومع مرور الوقت يتحول إلى عادة راسخة هذه العملية تعمل بناء على علم النفس السلوكي حيث أن تكرار نفس الفعل يؤدي إلى تقوية الروابط العصبية المرتبطة به مما يجعله أكثر سهولة وفعالية مع مرور الوقت مثال عملي فكر في كيفية تعلم قيادة السيارة في البداية كان الأمر مرهقاً يتطلب تركيزاً كبيراً وجهداً واعياً ولكن مع التكرار المستمر أصبح قيادة السيارة أمراً طبيعياً تقوم به دون تفكير نفس المبدأ ينطبق على كل عادة تحاول أن تتبناها التكرار يجعل الأمور أسهل أهمية التكرار في بناء العادات كيف يعمل التكرار على تحسين حياتك؟ أولاً التكرار يزيل المقاومة العقلية كل عادة جديدة تواجه مقاومة عقلية في البداية العقل يحب الروتين ويكره التغيير لذا فإن نابد أعادة جديدة يتطلب جهداً كبيراً ومع ذلك كلما كررت السلوك الجديد كلما قلت المقاومة وأصبح الأمر أسهل مثال عملي إذا كنت ترغب في تبني عادة القراءة اليومية قد تجد صعوبة في البداية في تخصيص وقت لها لكن مع التكرار اليومي ستجد نفسك تبدأ بالقراءة دون تفكير أو جهد كبير الزخم هو القوة التي تدفعك إلى الأمام وتساعدك على الاستمرار عندما تبدأ في تكرار عادة معينة يومياً تبدأ في بناء زخم يجعلك تلتزم بالعادة بشكل طبيعي مثال عملي إذا كنت تمارس الرياضة يومياً لمدة أسبوعين ستبدأ في الشعور بالزخم الذي يجعلك ترغب في الاستمرار هذا الزخم هو ما يحول السلوك إلى عادة مستدامة ثالثاً التكرار يخلق هوية جديدة عندما تكرر عادة معينة مراراً وتكراراً تبدأ في رؤية نفسك كشخصية جديدة تتماشى مع هذه العادة هذا التحول في الهوية هو ما يجعل العادة مستدامة على المدى الطويل مثال عملي إذا كنت تلتزم بالكتابة يومياً ستبدأ في رؤية نفسك ككاتب وليس فقط كشخص يحاول الكتابة هذه الهوية الجديدة ستدفعك للاستمرار في العادة نصائح عملية لتطبيق التكرار في حياتك اليومية أولاً التزم بالعادة يومياً حتى لو كان لديك وقت قصير حاول أن تكرر العادة بشكل يومي الهدف هنا ليس الكمال بل الاستمرارية التكرار اليومي يعزز من ترسيخ العادة بشكل أسرع ويقلل من احتمالية الفشل نصيحة عملية إذا كنت ترغب في تعلم مهارة جديدة مثل تعلم لغة التزم بممارسة اللغة لمدة عشر دقائق يومياً هذه الفترة القصيرة ولكن اليومية ستساعدك على بناء العادة بشكل أكثر فعالية من الجلسات الطويلة وغير المنتظمة ثانياً اعتمد على الجداول استخدم جداول وتقويمات لتتبع تقدمك وتكرارك للعادات وجود هذه الجداول أو التقويم يمكنك من خلاله رؤية تقدمك بشكل بصري وهذا يشجعك على الاستمرار ويمنحك حساً بالإنجاز نصيحة عملية استخدم تقويماً لتتبع عدد الأيام التي قمت فيها بممارسة العادة عندما ترى سلسلة من الأيام المتواصلة ستكون أكثر حرصاً على عدم كسر السلسلة ثالثاً ابدأ ببطء واجعل السلوك سهل التنفيذ بعد أن تصبح العادة راسخة يمكنك أن تزيد الجهد أو المدة نصيحة عملية إذا كنت ترغب في بدء ممارسة رياضة الجري مثلاً ابدأ بجري دقيقة واحدة فقط يومياً قد يبدو الأمر بسيطاً جداً ولكن الفكرة هي بناء عادة مستدامة بعد أسبوع زد الوقت تدريجياً أمثلة عملية على قوة التكرار في الحياة اليومية المثال الأول تحسين اللياقة البدنية إذا كنت ترغب في تحسين لياقتك البدنية ابدأ بممارسة التمارين لمدة عشرة دقائق يومياً مع مرور الوقت ستجد أن هذه العشرة الدقائق تتحول إلى عشرين ثم ثلاثين دون جهد إضافي كبير المثال الثاني تعلم لغة جديدة التكرار اليومي لتعلم لغة جديدة حتى لو كان لمدة خمسة دقائق فقط سيؤدي إلى تقدم ملحوظ بمرور الوقت هذا التكرار يساعد على ترسيخ الكلمات والقواعد في الذاكرة طويلة الأمد المثال الثالث تحسين الإنتاجية في العمل إذا كنت ترغب في زيادة إنتاجيتك حاول تكرار نفس الروتين اليومي للعمل في وقت محدد وبطريقة محددة هذا الروتين سيساعدك على الدخول في حالة التدفق بشكل أسرع وزيادة الإنتاجية الخلاصة التكرار هو السلاح الأقوى لبناء العادات الناجحة في كتاب العادات الذرية يوضح جيمس كلير أن التكرار والروتين هما المفتاح الحقيقي لبناء العادات بدون التكرار حتى أقوى الإرادات يمكن أن تنهار أمام مقاومة العقل للتغيير التكرار يبني الزخم يزيل المقاومة ويخلق هوية جديدة تتماشى مع العادة التي تحاول أن تتبناها إذا كنت جدا في تغيير حياتك يجب أن تبدأ بتكرار العادات التي تريد ترسيخها يوميا وأن تجعل هذا التكرار جزءا من روتينك الطبيعي التكرار ليس فقط أداة لتحسين الأداء بل هو الأساس الذي تبنى عليه جميع العادات الناجحة ابدأ اليوم بالتكرار وسترى كيف يمكن لهذا السلاح البسيط أن يغير حياتك للأفضل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة